وانطلقت الآن الجياد في شوطها الخامس في جزئه الأول على جائزة صالح بن براهيم بن سبعان يرحمه الله من أهل الرياض وحد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله وثراء هذا الشوط مخصص لجياد وأفراس الانتاج السعودي عمر الأربع سنوات فاكثر الجياد التي لم تحقق أي كسب ويقام هذا الشوط على مسافة الألف وثمانمائة متر قيمة الجائزة ثمانية عشر ألف ريال والصدار الآن للطيف في المركز الأول متابعة من الجواد سامح ومن ثم عهود الخير في المركز الثالث وأيضا متابعة من بقية الجياد على ما يبدو عزيز وغالي مع عبد الله العظيب والصدارة للجواد لطيف في المركز الأول مع متابعة من الجواد سامح الذي يحاول أن يتقدم على لطيف من الداخل الآن المركز الأول لسامح في المركز الأول يتقدم بخيال الويسرانجو إلى صدارة هذا الشوط متقدما على لطيف في المركز الثاني وأيضا محاولات الآن جارية من بقية الجياد اللي يلحق بكل من سامح وأيضا لطيف والمنعطة في الأخير باتجاه خط النهاية لما يبدو عطل غالي يتقدم بأحمد الشايع الآن مع بداية دخول الجياد إلى الخط المستقيم باتجاه خط النهاية والصدارة لسامح هل يواصل صدارة مع تقدم كل من بقية الجياد الآن ولحظ تقدم خفاق أيضا يتقدم من الخارج مع عطل غالي ومن الداخل محاولات من المساعدية وسامح متمسك بالصدارة في هذه الأثناء يحاول الآن أن يتقدم خفاق بالفعل خفاق يتقدم الآن من الخارج ويحقق المركز الأول في الشوط الخامس في جزئه الأول إذن صباح الشمر يتقدم بخفاق ترجمة نانسي قنقر